ماذا حرج مع السنج؟ نرجع مستمعين الكرام ونبدأ معك مادام ريم إذن البعض يريد اللي تبث الجلسات البرلمانية هذوما مسياسين كبار في دونس اللي تتوى ترشحوا المجلس نواب الشعب ولا يحكموا في مجلس نواب الشعب هنا توانسا قالوا بالعكس يجبوا أن تبث هذه الجلسات حتى يكون الشعب على بينه من الخنار اللي قاعد يصير تحت قبة البرلمان لحظة بلحظة شنو موقفك؟ أنا سبق وكوني شكرت التلفزة الوطنية على بثها للمداولات مجلس نواب الشعب اللي مكنت الشعب التونسي بشيكون على بينه من الوضع العام ساعة أولا وثانيا اللي هو أهم بشيكون مطلع على المستوى اللي فما في مجلس النواب بشيكون يعرف كل يومو يومو يقولوا عليهم فأنه عملكة دفعزة من عند اللاء experiencia نعم عمل wheel يettiعل respond بشيكون مصدอะไร حسنت لكن ما هو الطيف الآخر؟ لماذا الطيف الآخر يعطي في الدروس، قيم، مثل، يروج الذي كونه هو وصي على الشعب؟ دعونا نشوفوه، دعونا نزيد كيف كيف المرة هذه، هل ما تسمى بثورة؟ دعونا الناس الكل تفهم إذا كانوا يعتبروا ريحهم هالطيف جديد الذي يعتبر روحه هو ثوري وهو عنوان الثورة، وهو عنوان النظافة، وهو عنوان العقل، وعنوان الرزانة، وعنوان كاملة الأوصاف فتنية نعم، كاملة الأوصاف فتنية، هذه الشعب تونس اليوم يشوفو وهو الباشر، خاطر روح كيف تتكلم في ظنس، كي تبدأ في الناس حكاية أخرى، نشوفو الناس اللي تحكي على الصمصير لي، نشوفوو، السياحة البرلمانية، شنية، وين ماشين، وتو نشوفو المبادر، وتو نشوفو القيم، والشعارات الرنانة، وتو نشوفو الملح، وتو نشوفو السكر، وتو نشوفو الشمس، تستنى في سببين الجرائي الأولى والمنحة الأولى، مثال منحة البترول والملح، مصطفى، وانا يتوفر محملة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي، وتو نشوفونا في الملح والبترول، ما نشوفو، فانا يتوفر عندهم أمل عنده، هدك، عليش أنا أقولك، يلزم اليوم، يلزم الآلام، وانا يتوفر عندما نشوف المادة النيابية، لا يوجد استغلال المادة الإعلامية التي تخرج من تونس اثنين، من الوطنية اثنين، أحسن استغلال، وكنت خيخ، اليوم يلزمك، تعرف كيفية تستثمر فيها المادة هذه، مادة ثمينة برشا، وكان تعرف كيفية تستثمر فيها، وتعرف كيفية توظفها، أحسن توظيف المصلحة في تونس، الإعلام يلزموا في المادة هذه المادة لا يسلم شي فيها، لتعرف كيفية توظفها، هذه المادة التي تخرج بخلاف، يا أخي، دليل صارخ على المستوي الذي موجود في مجلس النوار، واضح، واضح، مصطفى، انت في اعتقادك، معناها بث الجلسات هذه، يجب أن يضرد كما هو، معناها يلزم الثانس يقعد يشوفوا الجلسات هذه، ويشوفوا مداخلات النوار، أما توافق الرأي القائل، كونه للجلسات هذه، يجب أن يؤذر بها؟ بالتباية الحال، من المسائل اللي أحنا بعد 2011، أصبح هناك المواطن الرقيب، يعني الأكثر العبادة اللي انتخبت الأحزاب السياسية، ما انتخبت هاش بش تكون مجلس النوار فقط، ولكن هناك الدور الرقابة، صحيح هذه فهمة جمعية قاعدة خدمة كبيرة درجة، جمعية بوصلة، قاعدة عاملة ضغط، يعني في السنين الخانية، حتى على رؤساء الأحزاب، حتى على النواب بيدهم، أعطاعتنا إحصائيات دقيقة جداً على مداء غياب، يعني نسب متفاوطة من غياب النواب، حضور في الجلسات، حضور في مشاريع الانتخابات، السن القوانين، يعني في مختلف الأطوار من مجلس النواب. دور الأعلام الحد الآن، يعني كما دم مورا لي حكيت، الدور الأعلامي هو ليس ببث المعلومة فقط، ما زال الدور الأعلامي في تونس ينقص الثقافة الاستقصائية، ما زال الدور الأعلامي ناقص كيفية استغلال المعلومة وتوجيهها، وخاصة الأرشيف متاحها، حتى توقحنا نعرف ولكلنا إلي مجلس النواب، وش يدوم على خمسة سنوات، يوم بيوم، ثانية بثانية، هناك قوانين ستسنة، هناك قوانين ستعدل، هناك قوانين سترفض، من مستحسن اللي تكون الوجبة النواب تكون على الملأ، لماذا؟ أخذت الفمة برشة النواب، وشفناهم لما يحضر وزير معين، سمحني في الكلمة، يقولون لديهم عينيك، وصارت برشة مرات، صارت برشة مغالطات مع النواب بغتم، اللي أساءوا الأدب مع برشة وزراء، وأنهم مازلون موجودين حتى في البرلمان الحالي، لا شاس، البعض موجود، موجودك، ولكن حين حضور وزراء أخرين، ملقيناهم مش بنفس الجردة، فما الهناء النواب لأول مرة، شفنا احنا في الخمس سنين اللي فاتوا، والخمس سنين اللي قبلهم، فمن برشة النواب يشوف رواحهم في الكند، زي يسويك بصروح وكل شيء، صيبون، تتعدى اللقطة مرة اثنين، ولكن حتى المجلس النواب عنده الحرمة متاعه، وأحنا كمواطنين يجب أن نكونوا على عهداء بالمجلس النواب، مهمته الأساسية هي النظام العام في تونس، من نصن القوانين، معاملات مع الوزراء، يجب أن احترام كل الوزراء الحاضرين، يعني مش معقول شفنا في آخر، يعني حابقت تقول أنت قاعدين يشلكوا في تونس؟ آخر بلدة نيابية، يعني وزير الثقافة حضر قدام 3 نواب، وزير السياحة حضر قدام 3 نواب، وزير السياحة حضر قدام 3 نواب، مدى أخرى، يعني مجلس النواب يطمي طميمه بصحفيين، مدى إخبارية محلية، مدى إخبارية وطنية، مدى إخبارية عالمية، مجلس النواب اكتظى بالجماهيل، وأعطي لي، أحنا في المنزانيات، نغير المعقول، أحنا تتعذى المنزانية إنا برسو، لهنا ما نظلمش النواب جددة، الخاطر، من الصعب اللي أنت، من دوبة خالق المدة النيابية، مش تعطي على قرار جريء جدا، اللي هو المبادرة متاع المدنية بجديدة، وخاصة كيفية التعامل مع المنزانية، والمنزانية التكملية، أختم بقول اللي أغلب النواب الحاليين، لا يفقى هون المادة الأعمالية، لا يفقى هون المادة القانونية، وخاصة المادة المالية، كيفية نائب، ما عمل حتى فرمسيون، في توسكي أكونومي جسيون، ولا حتى الأكوتوريزم، ولا حتى شيء بي عنده علاقة بالمالية، كيف سيضخ كلمة نعم، أم كلمة لا، كلمة نعم، كلمة نعم،